المصدر الصرف الموجه لتلاميذ التاسع من تعليم الأساسي وعنوان درس اليوم هو النسبة والمصدر الصناعي ننطلق من نص لميخايل نعيمة يقول الكاتب أليس من الخزي والعار أن تقطع البشرية ما قطعته من الحقب التاريخية وأن يكون الجانب الأكبر من تاريخها تاريخ حروب شنها الإنسان على أخيه الإنسان في الإنسانية بدلا من أن يكون تاريخ حرب واحدة يشنها الناس معا على كل ما من شأنه أن يحول بينهم وبين ما يتوقون إليه من أهداف سلمية لينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسلام ومرامي معرفية يتطور الفكر الإنساني وغايات تحرورية ليتنفس الجميع نسمات الحرية والإنعطاق لدينا إذن هذه الكلمات المسطرة البشرية التاريخية الإنسانية سلمية معرفية إنسانية تحرورية حرية هذه الكلمات المسطرة وضعناها في واد أو في أربعة أوديا في جدول إذن هذا الجدول فيه إذن اسم المسطر ودلالة الاسم المسطر والاسم الأصلي والإضافة التي حصلت كلمة الأولى أو الاسم الأول البشرية يدل على معنى مجرد وأصل الكلمة هو بشر أضفنا لها يا مضاعف معتا نفس الشيء بالنسبة للتاريخية تدل على معنى مجرد وأصل الكلمة إذن أو الاسم هو تاريخ أضفنا لها يا مضاعف معتا الإنسانية أدل كذلك على معنى مجرد يعني ليس معنى محسوس مجرد يعني ليس محسوس إنسانية إذن عندما نسمع هذه الكلمة فنحن إذن نفكر إذن في معناها إذن وبطبيعة الحال نجمع بعض ربما المعاني لهذه الكلمة يعني بعقولنا بطبيعة الحال سلمية يدل على معنى مجرد كذلك وأصل كلمة سلم أضفنا لها يا مضاعف معتا إنساني يدل على الانتساب إذن فعل إنساني نقول ونقول فعل حيواني ننسبه للحيواني أنه فعل ربما يكون فوضويا ويكون يعني غير حضاري أو نقول إذن ربما فوضوي فعل فوضوي إلى آخره إذن إنساني أصل الكلمة إنسان أضفنا لها إذن أو أضفنا إلى هذا الاسم يا مضاعفة معرفية كذلك يدل على معنى مجرد معرفة إذن نحن نتحدث المعرفة في مجال الفلسفة والفكر وما إلى ذلك أضفنا إذن يا مضاعفة لمعرفة وتاء حرية إذن يدل على معنى مجرد كذلك وحر فعندما نتذكر كلمة حرية أو عندما نتحدث عن حرية كل منا إذن يفكر في حرية معينة أو معنى من المعاني التي تنطبق على هذه الحرية نوصل إذن مع هذا الدرس إذن لنتبين إن شئتم حقيقة هذه الكلمات التي سطرناها قبل قليل من خلال إذن كما قلنا مجموعة من الأمثلة أو الجمل في البيت مثلا أعمدة رخامية رخامية إذن تكون من رخام وهو أصل الكلمة مع يا مضاعفة مع تاء أعمدة إذن رخامية ووصف هذه الأعمدة بأنها مصنوعة من رخام الأثاث مزخرة بقطع عاجية وإذن الكلمة أو الإسم في أصلها هي عاج أضفنا له اليال المضاعفة وأتى ليصبح يعني شئتم دالا على الانتساب إلى هذا العاج في يدها أسورة ذهبية ونستطيع أن نقول فضية نستطيع أن نقول فضية فإذن هذا وصف ذهبية إذن هي صفة تقوم على النسبة تقوم على النسبة إذن نسبنا إذن هذه الأسورة للذهب هذا يدفعنا لإنشيط تعريف النسبة النسبة إذن هي صيغة صفية تدل على صفة الانتساب إلى شيء وتتكون صيغة النسبة من الإسم المنسوب إليه مع آياء مضاعفة مسبوقة بكسرة تسمى يا النسبة هذا إذن بالنسبة للنسبة النسبة إذن هي صيغة صفية تدل على صفة الانتساب إلى شيء انتساب إلى الرخام إلى العاج إلى الذهب إلى الفضة إلى آخره مما تتكون صيغة النسبة إذن تتكون من الإسم المنسوب إليه ذهب عاج أو رخام أو حجر أو ما إلى ذلك إذن منسوب إليه مع آياء مضاعفة مسبوقة بكسرة تسمى يا النسبة نمر إلى الأمثلة الموالية إذن إنه لمن الوحشية أن تقصف مساكن الأبرياء الوحشية إذن كما ترون إذن هي يعني مكونة من كلمة مكونة من وحش مع يا مضاعفة مع مع تا وحش إذن مع يا مضاعفة مع تا التشاركية مقصد هام من مقاصد التفاعل بين الحضارات فإذن وحشية وتشاركية إسماني يدلان على معنى مجرد وهذا المعنى المجرد إذن يسمونه مصدر صناعي فالمصدر صناعي إذن إسم لحقت آخره يا مضاعفة مسبوقة بكسرة وتا كما نرى بين قوسين ويدل على معنى مجرد هذا المصدر صناعي إذن إسم لحقت آخره يا مضاعفة مسبوقة بكسرة وتا ويدل على معنى مجرد ويصنع من الأسماء الجامدة كأن نقول رأسمال إذن رأسمالية والمشتقة كقولنا حرية إذن ننتقل الآن إلى التطبيقات ننتقل إلى التطبيقات إذن التطبيق الأول إذن ميزه ما يليه النسبة من المصدر الصناعي جاء الإسلام وانتشر في أقطار الأرض وتلقته مصر لقاء حسنا وأسرعت إليه إسراعا شديدا فاتخذته لها دينا واتخذت لغته العربية لها لغة فهل أخرجها ذلك عن عقليتها الأولى وهل جعلها ذلك أمة شرقية إذن الأسماء المسطرة هنا العربية ثم إذن عقلية ثم شرقية إذن بالنسبة إذن للعربية هنا هل هي نسبة أو مصدر صناعي هذا إذن مصدر صناعي وعقلية كذلك مصدر صناعي وشرقية كذلك مصدر صناعي الجمل الموالية إذن في هذه التمرنات ليس من الإنسانية أن يجبر الفنان المسرحي على أن يؤدي أدوارا تهريجية ليقبل الجمهور على فنه إذن الإنسانية مصدر صناعي إنسان إذن كلمة إنسان معه إنشتم الياء المضاعفة والت مسرحي إذن هذه نسبة مسرح وأضفنا لها إنشتم هذه الياء المضاعفة تهريجية إذن مصدر صناعي إذن تهريج وأضفنا الياء المضاعفة مع الت ثم الجملة الموالية إذن يرى الشاعر سوري سوري إذن هذه نسبة ساعر إذن نسبناه إلى سوريا نزار قباني أن عصر الحداثة يستنزف يستنزف إذن يستنزف إنسانيته مصدر صناعي إنسان إذن وأضفنا الياء المضاعفة والت ويغتصب خصوصيته كذلك مصدر صناعي خصوصية إذن هنا أضفنا الياء المضاعفة والت إذن النسبة هنا مسرحي وسوري والمصدر الصناعي عربية عقلية شرقية إنسانية تهريجية وخصوصية هنا إذن مطلوب مننا أن سوغة صفة النسبة من الأسماء التالية خشب خشبي شفة شفوي أخ أخوي مدينة مدني سماء سماوي صحراء صحراوي ثم صغ المصدر الصناعي من الكلمات التالية مذهب مذهبية عرق عرقية همج همجية كيف كيفية موضوع موضوعية هو هوية والتمرين الأخير إذن في هذا الدرس هو سغ النسبة والمصدر الصناعي من الكلمات التالية وأدخلها في جمل مفيدة واقع واقع إذن واقعي هذه النسبة واقعي كن واقعيا هذه جملة والمصدر الصناعي واقعية قرأت قصة واقعية ثم تحرر تحرري نحتاج إلى زعيم تحررين نسبة إلى تحرر وتحررية إذن خارت تونسيون معركة تحررية هذا مصدر صناعي إذن تحرر وأرفنا ليال مضاعفة وأتا كما تعلمون أتا إذن هنا توجد تا المعذرة في بعض الأحيان يعني أغفل عن النقاط إذن لكنني أقرأها إذن تحررية كما قلت ثم عنصر عنصري نقول شخص عنصري إنسان عنصري لا تكون عنصريا والعنصرية إذن هي معنى مجرد يعني العنصرية آفة اجتماعية خطيرة خطيرة هذا بالنسبة للدرس المتعلق إذن بالنسبة والمصدر الصناعي إلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله والسلام عليكم